قام وفد من جنوب أفريقيا بزيارة إلى سوق الماشية بمدينة دربالي حيث رافق الوفد في هذه الزيارة المدير العام لمعهد بحوث السروة الحيوانية حسن محمد حسن وممثل سفارة جنوب أفريقيا وممثل منظمة الفاو عبد الرحمن أدم رحمة والمزيد عن هذه الزيارة عقب جلسات العمل وتبادل الآراء لوفد أندر سوبارس بيولوجيكال برودوكت المعروفة اختصانا بأو بي بي الجنوب أفريقيا مع مآحد بهوث الثروة الحيوانية للتنمية بالبلاد حول تبادل الخبرات ودعم المآحد فنيا فيما يتعلق بصحة الحيوان والطرق الكفيلة لصناعة الأقاقر البيطرية فقد شرعت البعثة بزيارة لسوق المواشي الإسبوعي لمدينة دربالي وذلك بهدف التعرف أنقرب لهالة المواشي الصحية وكيفية تعامل الأطباء البيطريين في معالجة المواشي بصفة عامة هذا وفي البدء فقد عقد الوفد اللقاء مع لجنة إدارة سوق الماشية وقد ركز اللقاء حول العديد من النقاط من بينها السعي إلى تطعيم البهائم في زمن المهدد وكذا تتبع إرشادات البيطري المختص العمر الذي ترك ممثل سفارة جنوب إفريقيا والمدير العام للمأهد بالإضافة إلى ممثل الفاو أن يثمنوا على جهود أصحاب المواشي وعيدين بأنهم سيسعون من أجل تحصن صحة البهائم في منطقة دربالي التي تلعب دورا في تنمية الامتعاش الاقتصادي للبلاد ومن ثم فقد تجول الوفد برفقة المدير العام لمأهد الثروة الحيوانية داخل السوق الماشية لمدينة دربالي واستمعوا من خلال هذه الجولة إلى شروحات وافية رد إليها أعضاء الوفد كل حسب انطباعته مطمئنين أصحاب المواشي بأنهم سيقفون دائما مع الوزارة المعنية عبر معهد البهوث للثروة الحيوانية بغية تذليل الصعب التي تواجههم كما حث المدير العام للمعهد أصحاب المواشي بضرورة الاهتمام بصحة المواشي الناس جمعانا بشوفوا كيف السر الهيوانية في جاد تشقالة والمشكلة الجيدة لها خاصة هو صحة الهيوان وحيوان كان مردان سيد الهيوان هو مردان مهم لنا خالص زاد سيادة الهيوان يطعنوا بقرهم وقت نسألوا الناس بطعنوا بقرهم وما إلا يقولوا للحكومة بس تطعن لهم بقرهم واحد عندما بشيل بقرة تقدر بطعن مئة ولا مئتين كما أضاف المدير العام للمعهد بأنه ستوقس أينا لمرض الماشي المستعصي وقد تدرس حالته أملا في إيجاد الدواء اللازم من المختبر